يعطيكم العافية الزملائي اليوم بدنا نبلش ب عفوا بدنا نكمل بشابتر 2 من المحل ما وقفنا بدنا نبلش ب rules for naming monatomic ions الفيديو السابق كنا بنحكي عن بدخلنا بشابتر 2 وبلش نحكي عن قواعد عامة عن oxidation state وكيف نطلعهم كيف نعرفهم oxidation state والشحنات charge على الايونات وكيف انه في عناصر بيكون لها oxidation state واحدة ما بتتغير وفي عناصر ممكن يكون لها اكتر من خيار اكتر من oxidation state اكتر من charge ممكنة زي مثلا حكينا عناصر مجموعة الاولى والتانية عندهم oxidation state ثابتة زي الليثيوم موجب واحد صوديوم موجب واحد البوتاسيوم موجب واحد البليريوم موجب اثنين الماغنيزيوم موجب اثنين الكارسيوم موجب اثنين لكن مثلا عندنا زي الالمنيوم او مثلا الحديد الكوبر اللهم اكتر من oxidation state اللهم اكتر من oxidation state اللهم اكتر من charge ممكنة مثلا الحديد يكون يكون موجب اثنين او ممكن يكون موجب اثنين على الرولز فور نيميج نفسرها م Know يعني واحد ال tendbye و Ion يعني أيون يعني الأيون اللي بتكون من ذرة واحدة و أنطقيا طالما هو أيون بتكون من ذرة واحدة إذن هو بتكون من عنصر واحد بس و نحكي يعني الأيوانات الموجبة اللي بتتكون من ذرة واحدة من عنصر واحد بتتمبة تبعاً للعنصر تبعها يعني ما منغير فيها يعني ما منضيف لها suffix ولا prefix ولا إيشي مثلاً عنا الالمنيوم شحنته 3 الموجبة مننسميه الالمنيوم ايون الروح الجدول الدوري مثلا الليثيوم مننسميه ليثيوم ايون مجاليزيوم ايون الكاتيون ويوجبا للعناصر بظل اسمها زي ما هي ما بتتغير وخاصة اذا كانوا هدول العناصر اللي هم شحنة ثابتة قد تتغير يعني مش شحنة ثابتة اللي هم شحنة واحدة ممكنة اللي هم one oxidation state زي عناسة مجموعة الأولى والثانية ما في عندي خيارات إلا أنه هذا المجموعة يكون شحنتها موجب واحد هاي خلص بتكون lithium ion, sodium ion, potassium ion, rubyrium ion فالقاعدة الأولى مفهومة ومنطقية هل بنا نروح على القاعدة التانية بحكيلك if there is more than one monotomication of that element القاعدة الأولى ما بتكفي إيش يعني؟ إذا كان هذا العنصر هذا الكاثيون إلو أكتر من oxidation state ممكنة إلو أكتر من charge ممكنة القاعدة الأولى مش روح تكفي لازم نضيف عليها أشياء كيف يعني؟ لما نحكي مثلا إحنا عن الحديد حكينا الحديد بالفيديوهات السابقة والكبر في عنا مثلا أنه إحنا الحديد ممكن يكون موجب اثنين شحنته ممكن تكون شحنته موجب ثلاث ماشي هو iron 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 لكن أنا كيف بدي أفرق إذا أنا اللي قان قصدي عنه هو موجب ثلاث ولا موجب اثنين زي الألمنيوم مثلا الألمنيوم أو القاليوم مثلا ممكن تكون عبارة عن موجب ثلاث ممكن تكون عبارة عن موجب واحد الليد ممكن تكون عبارة عن موجب اربعة ممكن تكون عبارة عن موجب اثنين هو صح اسمه lead iron اسمه white iron iron او copper iron إذا أنا بدي أسميه ولكن أنا ما هو أنا عندي خيارين أنا عندي two oxidation state كيف دي لما أكتب الشخص اللي عم بقرأ يعرف أنا قصدي عن oxidation state اللي هي موجب اثنين مثلا ولا موجب ثلاث القاعدة الثانية هي رح تحلل لنا الموضوع هذا حكينا هلا في عنا تسميتين بهذا الموضوع في عنا ايش اسمه stock system وفي عنا الorder system stock system انت بتسمي الاسمية التسمية العادية الالمينيوم ايون مثلا الايرون ايون ولكن بين قوسين بتحط الرقم الروماني تبع هاي الشحنة مثلا احنا عنا الايرون الحديد حكينا في عنا oxidation state ممكن تكون موجب اثنين وفي عنا oxidation state ممكن تكون موجب ثلاث احنا هاي القاعدة التانية عم تحكي عن العناصر اللي لها اكتر من oxidation state ممكنة مش حكينا احنا القاعدة الاولى اصلا احنا منسميها نفس الاسم العنصر انه ايرون ايون وهون ايرون ايون نفس القاعدة الاولى تمام ولكن في حكينا بدنا نضيف عليها شغلة حكينا مشان افرق بين اللي عم بقرأ يعرف انا عم بحكي عن oxidation state اثنين موجب ولا ثلاثة موجب لازم احط رقم الشحنة بين قوسين بالارقام الرومانية الارقام الرومانية اللي هي هيك بتكون واحد هيك الاثنين هيك الثلاث هيك الاربعة هيك الخمسة لان احنا اعتقد ما رح نتعدى واحد اثنين ثلاثة اربعة نكون عارفينهم فلما نحكي احنا الايرون موجب اثنين والشحنة تتبعته كمقدار اثنين بتكتب انت ايرون ايون عادي تبع عند القاعدة الاولى وبتضيف الرقم اليو روماني بين قوسين اللي هو اثنين هنا موجب ثلاثة خليني اوسع لها يعني بكتب ايرون بين قوس الشحنة تبعته بالروماني كرقم روماني ايون فاحنا صار في عنا ايرون اثنين ايون وايرون ثلاثة بين قوسين ايون هذا اسمه هذا اسمه اذا لما انا بدي اجي اكتب بين قوسين رقم روماني لعنصر لازم يكون هذا العنصر له اكتر من اكتر من ممكنة لكن العناصر الثابتة مستحيل اكتب بين قوسين يعني مثلا انا عندي كالسيوم الكالسيوم احنا عارفين من المجموعات الاساسية المين ايلمنت من العناصر المجموعة الاولى والتانية ما لها غير شحنة واحدة يعني الكالسيوم دائما وابدا موجب اثنين ما عندي اي خيارات تانية فلما تيجي انت تكتب والله كالسيوم اثنين ايون هذا غلط هذا غلط لانه الكالسيوم اصلا هو ما له غير شحنة واحدة فايحد رح يقرأ الكالسيوم ايون رح يكون عارف انه شحنته موجب اثنين أنا ما عندي خيارات ثانية لكن اللي بيجي بيقرأ والله الايرون ايون يجي واحد قرأ كلمة ايرون ايون طب هو رح يحتار ايرون ايون ما هو أنا عندي موجب اثنين وعندي موجب ثلاث فهذا الهدف انه احنا منحط بين اقواس يعني الرقم الروماني تبع الشحنة فلما يقرأ الواحد ايرون اثنين ايون فهو رح يعرف انه انا بقصد هذا الايون مش هاد فهذا هو الهدف فاحنا بالعناصر اللي لها oxidation state واحد ما في غيره ما من اكتب الرقم الروماني فيعني لازم اكتب رقم روماني لما يكون في اكثر من oxidation state واحدة تمام هلا هذا هو تسمية الايون لحاله طب لو هذا الايون كان موجود داخل مركب مثلا احنا عندنا مركب fecl2 وقحلكم شغلة قبل ما نكمل كيف عرفنا انه احنا منعمل احنا منكون عارفين او عفوان بديش احلي بطريقة العاكس هاي هلا هذا المركب ما عليه اي شحنة هون صح اذا هو متعادل اذا شحنته صفر وانت بدك تعرف شو شحنة ال fe مشان تسميه عشان تسمي الايرون حكينا فيه له اكتر من oxidation state اكتر من شحنة ممكن تكون عليه فبدك تعرف انت شو هاي الشحنة مشان تسميه صح حكينا هلا كمركب ككل شحنته صفر لكلور احنا عارفين انه هالجينات ودائما شحنتهم سالب واحد واكمن ذرة هالوجين عنا تنتين ضرب هون شحنة الحديد اللي احنا ما بنعرفها فهنا بتصير عبارة عن حل معادلة احنا عنا شحنة الايرون اللي احنا مش عارفينها اتنين ضرب سالب واحد عبارة عن سالب اتنين بدها تساوي صفر بنقل اتنين للجهة التانية اذا شحنة الايرون بدها تساوي موجب اتنين شحنة الايرون اللي هي عبارة عن موجب اتنين وانا عندي ذرة واحدة ايرون فاذا فعلا هاي الشحنة كلها رايحة للذرة الواحدة من الحديد اذا اف اي موجب اثنين وشحنة موجب اثنين فهلأ لما بدي اجي اسمي الايرون بكتب انه والله ايرون تو ايون طبعا عندي كلور هلأ اذا بدي اسمي لكم مركب كامل بدي انطع على النقطة ثلاث بس خلينا موقفين هون لان احنا ما اخدنا تسمية كيف تسمية الانيون احنا خلينا نخلصنا احنا من تسمية خلصنا من تسمية الكاتيون انه ايرون اسمه العنصر زي ما هو واذا كان هذا العنصر له اكتر من اكسيديشن ستيت ممكنة بكتب الشارج بالرقم روماني بين اقواس فقط لا غير اذا الايونات الموجبة الايونات الموجبة بتظلها زي تابعة زي اسم العنصر ما من غير بالاحرف ما من غير بالارقام بس اذا كان له اكتر من اكسيديشن ستيت بضيف اللي بقصد عنها كرقم روماني بين قوسين خلصنا اول نصمة للتسمية سمينا الكاتيون ظلنا نسمي الانيون هذا بيعني بيرول تاني بس اوصل لها بنرجع للتسمية هون خلينا نكمل هلأ هاي التسمية اللي احنا هنا منحط رقم روماني اسمها stock system هلأ في عنا older system كيف زمان كانوا حلو بحكي لك افقا نومنكليتشر بنحط احنا صفكس ساعتها بنصير نحط احرف باخر التسمية اوس او اك كيف يعني هلأ بنشوف to a system name of the element to indicate the ion of the lower and the higher charge مش حكينا احنا في عنا عناصر في عنا الايرون الايرون ممكن يكون يا موجب اثنين او موجب ثلاث بالstock system احنا استخدمنا الارقام الرومانية مشان ندل هو اثنين ولا ثلاث بالolder system كانوا يستخدموا suffix وكل suffix تدل على الشحنة او رقم الشحنة تبعته مثلا احنا لما يكون في عنا الاف اي اثنين موجب والاف اي عفوا موجب ثلاثة الموجب بتكون قبل الاثنين موجب اثنين او موجب ثلاثة الايرون حكينا كاستوك سيستم هذا بيكون اسمه ايرون اثنين بين قوسين كاستوك سيستم بيكون اسمه ايرون ايون بين ثلاثة هذا الاستوك هلا الاولدر سيستم النظام القديم كانوا يستخدموا suffix هلا احنا في عنا شحنة صغيرة وفي عنا شحنة كبيرة الشحنة الصغيرة رح تاخد اسم يعني الاسم تبع المادة ونضيف عليها السوفكس اوس او يو اس يعني احنا منضيف الاحرف مثلا احنا في عنا الحديد اللي هو الايرون اللي هو لما يصير عشكل ايون كاولدر سيستم كانوا يسموه فرس يصير اسمه فرس شفنا احنا ضفنا هاي اللاحقة بالعربي بيسموها السوفكس اي و اس فلي بيجي بقرأ فرس ايون بيكون عارف انه احنا قصدنا عن الايون ذو الشحنة الاقل واحنا عارفين انه الايرون الحديد الفرس والفرك ما في عنا غير يا موجب ثلاثة او موجب اتنين فالايوس بتدل على الشحنة الاقل فهي اكيد بتدل على موجب اتنين فلي بيجي بقرأ الاسم والله فرس ايون معناته انا بقصد اف اي اتنين موجب لانه هي الاقل طب ماشي الايرون ثلاثة كيف يسمى اللاحقة من استخدمها اك يعني منحكي فرس ايون فلي بديو يجي يقرأ فرس ايون بيكون عارف انه هي اف اي موجب اتنين ولي بيجي بيقرأ فرس ايون لانه فيها اك عارف انه هي التشارج الاعلى فهي بتكون موجب ثلاثة انه اف اي موجب ثلاثة صف احنا في عنا ستوك سيستم وفي عنا اولدر سيستم بنركون عارفينهم حكينا هاي الاف اي اتنين بيسموها الفرس ايون والاف اي ثلاثة هي الفررك ايون لالاك والاوس الاوس هاي الفررس الاوس دايما تستخدم لالشارج الاقل والاك تستخدم لالشارج الاعلى هلا لالكبر اللي هو النحاس هاد الكبر هاد النحاس برضو الو اكتر من اكتر من اكتر نستيت لانه حكينا عناصر انتقالي والعناصر انتقالي اللي ها اكتر من شارج اول اكتر نستيت ممكن تكون هي عبارة عن موجب واحد والاكتران نستيت التاني بتكون عبارة عن اتنين موجب حكينا الاكتران نستخدم لها سافيكس اوس فكبروس ايون والاكتران نستخدمها اي سي اي كي وانت بتكون عارف من قبل انه الكبر انه حاس مائل غير خيارين ياموجب واحد ياموجب اثنين ياموجب واحد ياموجب اثنين فانت عارف الاقل اللي هي موجب واحد معناته والاعلى اللي هي موجب اثنين هي يعني مش دايما انه والله الك معناها تلاتة والك معناها تلات مثلا والوس معناها تنين لا هاي ملهاش دخل هاي من عنصر لعنصر بتختلف بس أنه الأوس دائما بتدل على الرقم الأقل من الثاني للعنصر الواحد إذا بدك تحكي كأرقام على الشحنة فأنت بتحكي على stock system بتحط بين قوسين رقم بيدللي على الشحنة بالضبط لكن هاي السفكس ما بتدللي على الشحنة كرقم هي بتدللي على الشحنة الأصغر والشحنة الأكبر مفهومة؟ أي سؤال تواصلوا معي أعتقد أني شرحتها وزيادة هل في عنا حالة شادة هون زي ما حكينا هل في عنا exception هل حكينا الترانزيشن ستايت كلهم الترانزيشن ستايت هدول الألمنتس بيكون لهم أكتر من oxidation state في إحنا التالي رح ننجبر إنه إحنا نستخدم الأرقام الرومانية مشان نفرق بينه الشحنات أو نحكي عن الرقم اللي إحنا قصدين عنه بالشحنة مع عد عنصر عفواً مع عد عنصر واحد اللي هو الزينك الزينك إلى oxidation state واحدة هي موجب اثنين ما في غيرها فحكينا طالما هي عندها موجب اثنين ما في غيرها فإحنا ما رح نستخدم رقم روماني فخلص أنت بتحكي مثلاً اللي هو عبارة عن زينك ايون خلص هيك بتسميه زينك ايون ما بتحكي زينك اثنين ايون غلط هو ما عنده غير شحنة واحدة منطقية فأي حد رح يقرأ الزينك ايون رح يكون عارف نحن نقصد عن الزينك اثنين موجب اثنين حتى لو كان بالعناصر الانتقالية اللي هي غا عادة لكون لها أكثر من oxidation state والعناصر الاستقالية عادة لنستخدم معها لستوك سيستم بس الزينك حالش هذا ما رح نستخدم معه لستوك سيستم ولا طبعا الولدير سيستم لانه الى oxidation state واحدة الى charge واحدة ممكن اللي هي موجب اثنين هيك بنكون خلصنا القاعدة الثانية وبرضه بسيطة هلأ بنندخل على تسمية الانيونز احنا كنا بنحكي هلأ القاعدة الاولى والثانية عن تسمية الكاتيونز الايونات الموجبة هلأ بنحكي عن تسمية الانيونز النيكتف تشارج الايونات ذات الشحنة السالبة والموناتوميك انيونز يعني الايون اللي فيه ذرة واحدة من عنصر واحد ذات او ذو شحنة سالبة هلأ الايونات ذات الشحنة السالبة احنا رح نغير اسمها ورح نلعب بالاحرف الاخيرة ورح نضيف لها suffix obtained from the stem name احنا بنجيب الجدر تبعها ومنضيف عليه suffix i-d-e كيف يعني بس عشان نقارن بالكاتيونز ما كنا نضيف اي اشي كان المنيوم اي اعادي عنصر المنيوم اسمه المنيوم ايون عنصر صوديوم اسمه صوديوم ايون عنصر مثلا ايرون كنا نحكي ايرون ايون نفسه حتى لو يعني ضفنا الارقام تمام وكان في عنا الولد للسيستم كنا نضيف suffix بس بشكل عام انه الكاتيونز كانت ضده زي ما هي المنيوم ايون صوديوم ايون حتى بالعربي كنا بنحكي مثلا ايون الصوديوم ايون الالمنيوم وبالعربي كنا بنحكي مثلا عن الشحنات السالبة ايون الكلوريد بش ايون الكلور كنا نحكي ايون الكلوريد ايون اليوديد ايون البروميد لانها انيونز شو احنا سالبة فساعيتها رح نعمل نلعب بالاحرف ورح نضيف صفكس اللي هو اي اي دي فالبروم طالما يكون هو عبارة عن بروم عشكل ايون شو احنته سالبة يعني من الهالوجينات هو عهو كعمصور اسمه البروم ولكن كايون سالب اسمه بروميد او بروميد فاحنا منضيف الستيم نيم اللي هي البروم ومنضيف لها السفكس اي اي دي ناخد امثيل على الجدول الدوري هل احنا في عنا الفلورين الكلورين البرومين الايوداين حكينا منشيل مناخد الستيم زي هاي الفلور كلور بروم ايود يعني منشيل الاي اني شلنا الاي اني شلنا الاي اني وضفنا الاي دي اي فالفلورين لح تصير فلورايد فلما يجي بني آدم بيقرأ الفلورايد رح يكون عارف انه احنا بنقصد عن ايون الفلور سالب الشحنة واحنا عارفين اصلا ان الهالجينات ملهاش غير سالب واحد ملناش عنه لما في عنا خيارات تانية لالها اذا الفلورايد لما تحكي كلوراين كعنصر لحال ومتعادل اذا ذرة متعادلة الشحنة او ذرة ما عليها شحنة اصلا لما تتحول لأيون سالب بيصير اسمها كلورايد حطينا السوفيكس فلبيجي بقرأة كلورايد رح يكون عارف انه احنا اصنع عن الكلور سالب واحد نفس ايشي للبرومين للآيود يعني انت اول ما تشوف السوفيكس بياسم اي عنصر اي اي دي عفوان اي دي اي دي اي دي اي دي اي دي بتكون عارف انه احنا بنحكي عن تسمية ايون سالب الشحنة فهذا العنصر اللي عندك لازم تكون شحنته سالبة اذا خلصنا القاعدة التالتة اذا عرفنا كيف نسمي الكاتيونز وعرفنا كيف نسمي الانيونز وعرفنا كيف نسمي الكاتيونز اللي لها اكتر من وكيف اللي بده يقرأ يعرف يفرق هلا بدنا ندمج تسمية الكاتيون والانيون مع بعض عفوان خلينا يعني نرجع للصفحة قبل سنوارجع لها يعني هلا بدنا نسمي مركب كامل وهو المركبات الايونية المركبات الايونية من ايش بتتكون من كاتيون مع آنيون من ايون موجب وايون سالب احنا عرفنا نسمي الايوان الموجب وعرفنا نسمي الايوان السالب فهلا لما يجينا مركب ايواني المفروض انه احنا نعرف نسميه فهلا نيجي لهاي الأف إي سي أل اتنين احنا عرفينه الأف إي هو عبارة عن ميتل والميتل عادتا بتكون شحنتهم موجبة والكلور هو عبارة عن نون متل لافلز وشحنته عادة بتكون سالبة لانه هذا بكتسب الكترنات هذا بفقد الكترونات الكترونات تنتقل من هون لهون الكيميا أخدتوها بالمدرسة هلأ بدنا نسميه بيحكي لك سميه لهذا المركب عشان تسميه أنت بدت تكون عارف الشحنة اللي على كل آيون إيش الشارج اللي على كل آيون تمام بنيجي هلأ هذا كمركب هذا مركب متعادل يعني ما عليه أي رقب من فوق إذن شحنته صفر شحنته صفر إذن شحنة الكلور زائد شحنة الآيرون بتساوي صفر شحنة الكلور أنت عارفوا أنه من هذه الجنات وبتكون أنت عارفوا إيش بديه إنه دائما 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 شحنته سالب واحد وما في غيرها وأكمن ذرة كلور عندنا تنتين فإعني 2 ضرب سالب واحد مع شحنة الآيرون الحديد بدها تكون إيش صفر لأنه متعادل أنت بتكون محتار الآيرون والله إنها موجب 2 ولا موجب 3 لأنه أنت عارف إنه أكتر من Oxidation State فهلا بنا نحل المعادلة فإذن شحنة الآيرون زائد اللي 2 بسالب واحد لأنه إحنا عنا ذرتين كلور كل واحدة سالب واحد يصير في عنا سالب 2 بدها تساوي صفر لأنه نقولها للجهة الثانية إذن شحنة الفلور بدها تساوي موجب 2 عفوا فلور عفوا أصدي آيرون وطالما إحنا عنا في عنا ذرة واحدة من الآيرون فهاي الشحنة موجب 2 كلها رايحة للذرة الواحدة فإذن شحنة الحديد هي إيش موجب 2 فإنت بتروح فوق بتكتب موجب 2 الشحنة على كل عنصر الحديد موجب 2 والكلور سالب واحد عرفنا الشحنات هلأ بنا نبلش للتسمية الآيرون الكاتيون كيف كان يتسمى؟ كنا نفس اسمه إنه آيرون عادي نفس اسمه آيرون آيون وطالما هو من العناصر اللي إلها أكتر من أوكسيديشن ستايت أكتر من شحنة ممكنة لازم نكتب بالرقم الروماني الشحنة تبعته إذن بنكتب آيرون وبين قوسين اتنين وحكينا هلأ خلصنا من تسمية الكاتيون خلصنا من تسمية الكاتيون هلأ بدنا نسمي الآنيون حكينا الآنيون زي ما هو بس بتاخد الاستم تبع الاسم وتضيف السوفيكس آي دي إي فهذا عبارة عن عنصر الكلور بالعربي اللي بالإنجليزي الكلوراين بدك تكتبه بيصير اسمه كلوريد كلور أخذنا الاستم تبع الاسم وضفنا السوفيكس آي دي إي آي دي عفون إي صار اسم المركب كامل آيرون تو كلورايد آيرون كلورايد آيرون كلورايد والاثنين مشان ندل إنه إحنا استخدمنا أو يعني بالمركب كان عنا كاتيون الحديد اللي شحنته موجب اثنين مش موجب ثلاث والله عشان بس إنه عشان البقرة يعرف في فهم إذن سمينا هاد طوه لو بدنا نسمي الأف إي سي أل ثلاثة برضو لأنه من نعمل عملية إنه إحنا نستخدم الشحنة الكلور سالب واحد وشحنة كلها صفر إذن شحنة الآيرون زائد سالب ثلاثة بتها تصاوي صفر ننقل السالب ثلاثة للجهة التانية بتصير موجب ثلاثة إذن شحنة الآيرون هي موجب ثلاث إذن هو الكاتيون الآيرون تبع الموجب ثلاثة فبصير اسمه آيرون ثري كلورايد آيرون كلورايد وبينقوا ثلاثة عشان تدل على الآيرون إنه هو إيش شحنته لو بدنا ناخد مثال تاني مثلا ماجنيزيوم بديش أحكي الإسم بدنا نطلعه بالأخير اتنين بدنا نسمي إحنا عارفين إنه هاده مركب آيوني بدنا بتكون من فلز ولا فلز إذن نرمهم وركب آيوني إذن أنا في عندي كاتيون وفي عندي آنيون ولازم أكون عارفة شحنتهم يعني نسميهم لأنه ممكن يكون الكاتيون العنصر إله أكثر من بس إحنا عارفين إنه الماجنيزيوم الماجنيزيوم بيجي من المجموعة الثانية واللي ما إلها غير وحدة فيش غيرها اللي هي موجب اثنين ما بيكون عندك جدول الدوري موجود بالامتحان بتروح تجوه عنصر الماجنيزيوم وين ما كانه فإحنا تلقى أيام بدون ما نعمل الحسبة هاي بنكون عارفين إنه الماجنيزيوم شحنته موجب اثنين والكلور شحنته سالب واحد عفونا فبنجي نسمي الكاتيون وحكينا هالماجنيزيوم هو عبارة عن كاتيون عبارة عن مثل شحنته موجبة ما في إله غير اكتديشن ستيت واحدة ما في إله غير شارج واحدة ممكن يعني هي بس موجب اثنين فيش غيرها فإيش منكتبه حكينا كاسمية الكاتيون بيضل الاسم زي ما هو فبنكتب الاسم نفسه ماجنيزيوم خلصنا من تسمية الكاتيون وهل في داعي أكتب بين قوسين الرقم الروماني 2 لا طبعا غلط إذا بتكتب لأنه أصلا ما له غير شحن 2 فما في داعي أكتبها وكلور حكينا التسمية الأنيون من شيء الآخر أكمل حرف ونضيف الـ لأنه أنيون شحنته سالبة بيصير اسمه ماجنيزيوم كلورايد ماجنيزيوم كلورايد وهيك الاسم ماجنيزيوم كلورايد ممكن نكون حط لك من خيارات الامتحان أنه هيك عفوا ماجنيزيوم هذا غلط لأنه حكينا الماجنيزيوم ما فيه إلو غير شحنة ممكن واحدة هي موجب 2 فش غيرها فما منحط بين قوسين 2 إحنا منحطها مشان نفرق إذا كان فيه عندنا أكتر من شحنة ممكنة فلنكون حط لك بالخيارات ماجنيزيوم 2 كلورايد ماجنيزيوم كلورايد أو هيك فهي تسمي صح ممكن يجي يعكس لك إنه والله كلورايد ماجنيزيوم غلط طبعا من سمي يعني عادي هيك بتحط سهم بتسمي أول إشي الكاتيون بعدين بتسمي الأنيون بسيطة الأمور هلأ فيه عندنا جدول بسيط بيدلل لك على التسميات مثلا هلأ الكروم إنت بدك تشوف عنصر الكروم وين موجون بالجدول الدوري الكروم بالعناصر الانتقالية إذن أكيد وإنت بتكون متوقع إنه إله أكتر من فلما تيجي تسمي أيونات الكروميوم يعني لأنه أكتر من أكتر من جحن ممكنة لازم تستخدم الأرقام الرومانية فمثلا بيكون في عندك عفوا كروم ثلاثة موجب إذن أكيد إنت تسميه كروميوم ثلاثة ثلاثة بين قوسين عفوا آه ثلاثة بالروماني بين أقواس كروميوم أيون ونفس الاسم ما تغير من جدول الدوري ما بتغير على الأحرف نفسه كروميوم بس عشان نفرق الشحنة بتحط أنت الرقم بين أقواس المنغنيز المنغنيز نروح نشوف الجدول الدوري وهنا المنغنيز برضو بمنطقة العناصر الانتقالية إذن أكيد رح يكون إله أكتر من oxidation state ممكنة فلازم الشحنة تبعته أكتبها كرقم روماني بين أقواس فلما يكون عندنا المنغنيز 2 موجب لازم نكتب المنغنيز 2 أو بالتسمية الأولدر بالتسمية الأولدر بتكون عبارة عن مانغانوس اللي كروم يم عبارة عن كروميك هذا دليل إنه هاي الهير الشحنة الأعلى وإحنا فيه شحنة أقل للي كروم رح يكون اسمها يعني كروميوس بس إحنا هلا اللي بيهمنا هو الstock system لأنه يعني أسهل ومنطقة أكتر هلا الأفئي والأفئي 3 حكينا الأفئي برضو منسميها الـ iron والأيرون لكن هاي الأيرون 2 هاي الأيرون 3 إذا بنسميه بالـ older system طالما هي هاي عنا 2 وعنا 3 الأقل منحطها أس إذن فرس والأفئي هي عبارة عن فرك فرس وفرك عنا أيون الكوبالت بتيجي والله على الجدول الدوري وإن الكوبالت مكانه بالعناصر الالتقالية إذن أكيد إله أكتر من oxidation state فلازم أستخدم أرقام رومانية فلبيكون موجب 2 فأنت بتصغل من الكوبالت 2 أو الكوبالتوس يعني هاي بتتكون أعتقد مع الحل والممارسة أنت رح تحفظهم أنه الكوبالت موجب 2 هو عبارة عن الكوبالتوس مثلا أنه الكروم موجب 3 هو اسمه كروميك يعني هاي مع الممارسة رح تصير أنت تحفظهم النيكل النيكل 2 موجب تيجي بتشوف والله وين مكانه بالجدول الدورية عنصر انتقالي إذن أكيد إله أكتر من oxidation state فلازم أستخدم أرقام رومانية فهي رقم 2 بالروماني نفس الإشي الكوبر موجب 1 موجب العناصر الانتقالية بتحطه بين قوسين الكوبر موجب 2 بتحط رقم 2 بين قوسين هلأ هاي الشحن الأقل إذن كوبرس وهاي الكبير كوبرك الزينك حكينا الزينك حالة خاصة صح أنه من ضمن العناصر الانتقالية وإنت حتتوقع أنه رح أستخدم معها أرقام رومانية بس هو ما إله غير oxidation state واحدة هي موجب 2 فش غيرها فأنتم تستخدم زينك عادي نفس الإسم ما منحط بين قوسين ولا أي شي السيلفر موجب 2 الكاديموم الميركوري موجب 2 برضه يعني هذا الجدول عم بيدللنا يعني أمثلة على كيف التسميات مع التسمية المهم أنه بس الكاتيون نفس الإسم بظل زي ما هو ما بتغير ما بتضيف لاسفكس ولا بريفكس وممكن تستخدم الأقواس الأرقام اللي بين الأقواس الفيديو هون رح أوقفه بتسمية خلصنا إحنا هنا بهذا الفيديو عشان نرجع نأكد بتسمية المونواتوميك آيون الآيونات اللي بتتكون من درة واحدة عرفنا نسميها وبرضه دخلنا شوي على تسمية المركبات الآيونية لأنها صارت بديهية بالنسبة إلنا الفيديو الجاي رح نحكي عن تسمية البولي أتوميك آيون الآيونات متعددة الضرات الآيونات متعددة الضرات يعني اللي بيكون فيها أكثر من درة وبيكون فيها أكثر من عنصر ولكن تتم معاملتها كأنها ذرة واحدة هاي هي البولي أتوميك آيون يكون نسميها بالعربي الآيونات متعددة الذرات التي تتم معاملتها معاملة الذرة الواحدة انه بالتفاعلات فهاي رح تكون بالفيديو جديد ويعطيكم العافية